أن تضع كلمة الكاظمي في محركات البحث ستجد بالمجمل واسم رئيس الوزراء الذي ركب جواد التغيير وإنجازاته المكوكية يسابق الوقت لأجل عودة العراق إلى الحضن العربي والعالم أجمع لكن بين كل هذا ترتفع أصوات يصفها عراقيون بالعابثة التي تحول بين الرجل وتحقيق آمال العراقيين الفتنة السياسية التي يثيرها نفوذ الدول الطامعة في العراق باتت اليوم تزيد في حدة التخريب سيما أن الكاظمي رجل المرحلة بحسب أوصات عربية ودولية في المملكة العربية السعودية يتربع رئيس مجلس الوزراء على رأس الصفحة الأولى في مجلة الرجل السعودية التي تصدر من العاصمة الرياض بشعارات نطق بها وأصبحت محل اهتمام الوسط العربي أما مكانة الرجل فكان لها النصيب الأكبر لدى فريق إعداد المجلة في العدد الجديد من مجلة الرجل رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي أنا رجل حل وتطلعات العراقيين أولوية الكاظمي اليوم يواجه تحديات جسام فيما الرئيس المتمترس خلف منطق الدولة لا غيرها يؤكد المؤكد ويثبت المثبت ويعلنها بجرأة واضحة أنه الشهيد الحي الوصف بحد ذاته صعب للغاية وكأن الكاظمي يعلم جيدا حجم الملفات الشائكة في العراق كل هذا كان في حسبان رئاسة تحرير المجلة التي تحمل اسم الرجل لاختيار الشخصية المناسبة التي تعكس المعنى أما القراءة في الاختيار فهي تصب في إطار دعم جهود الحكومة العراقية برئيسها صوب النهوض بالعراق سيادة وهيبة بالتوفيق